بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين نحييكم أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات في هذا اليوم المبارك ونبدأ معكم في اللوحة التعريفية للصف الثاني في درسنا لهذا اليوم نبدأ معكم الصف الثاني الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني المادة هي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وموضوع درسنا لهذا اليوم هو سورة الشرح اسم المعلم محدثكم الأستاذ محمد القرني نبدأ درسنا لهذا اليوم باستعراض التعليمات للدرس نرجو من الأسراء الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد للدرس وأيضا من التوصيات الهامة قبل بداية الدرس أنه حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أولها تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذو إضاءة جيدة كذلك ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب والطالبة وتعزيز استجابته الصحيحة والبعد عن النقد واللوم ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال المنصة مع معلمي المدرسة نبدأ درسنا لهذا اليوم في صورة الشرح هذه السورة العظيمة التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم سورة اسمها يعني يدل على الفرح والسرور وانشراح الصدر فنبدأ قراءة هذه السورة ثم نأخذ بعضا من معانيها وفوائدها حتى نعلم جميعا أن ديننا دين عظيم ويهتم بصحة وسلامة صدر الإنسان نبدأ قراءة هذه السورة ابنائي الطلاب جميعا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب هذه السورة يا أبنائي عدد آياتها ثمان آيات وهي مخاطبا فيها الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتعلمون يا أبنائي أنه كان في بداية الدعوة في مكة وكان الكفار يعني يغيظون النبي والصحابة بأنكم فقراء وأيضا يعني الأنبياء السابقين الله أرسل مع سليمان الريح وأرسل مع وكلم موسى وهكذا من الأنبياء السابقين فكان يعني لدى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مضايقات كثيرة من الكفار فأنزل أيضا نزلت هذه الصورة أيضا للتوسيع وذكر نعم الله سبحانه وتعالى نعم الله كثيرة على عباده وعلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك هذه نعمة عظيمة امتنى الله بها سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الوزر هو الذنب يعني غفر الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر الذي أنقض ظهرك نعلم أن هذه الذنوب والمعاصي تثقل الإنسان وتجعله غير قادر على الطاعة وأيضا تضيق به الحياة ورفعنا لك ذكرك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم في الآذان في الإقامة في الخطب في كل النواحي التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم لذكره بين العباد وأيضا فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فالرسول عليه وسلم يقول لن يغلب عسر يسرين هذا دائما يتطمم به المسلم ويعلم أن دائما في نهاية كل ضيق وهم انفراج فهذه الصورة دائما تدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده والتيسير التيسير عليهم ونعلم دائما الله سبحانه وتعالى حتى في العبادة يسر عليهم فالسفر نعلم الصلاة الربعية تعود إلى ركعتين فتيسير دائما الله سبحانه وتعالى يسر على عباده وخاصة بهذه الصورة تدل على التيسير وأن دائما في نهاية كل عسر سوف يكون هناك يسر بمشيئة الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من شغلك وأعمالك فانصب الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتقرب إليه سبحانه وتعالى وإلى ربك فارغب دائما الإنسان يرغب إلى الله ويتوسل إليه بالعبادة والطاعة ويرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى فإذا هذه الصورة على اسمها سورة الشرح لانشراح الصدر وأيضا من أن هذه الصورة من الصور التي تزيل الهم والغم عن المؤمن فإذا نكرر قراءتها يا ابنائي جميعا وهي من قصار الصور يعني صورة قصيرة يستطيع كل طالب وطالبة حفظها حفظا متقنا عدد آياتها ثمان آيات وأيضا من الآيات القصيرة التي يستطيع الجميع حفظها مع تكرارها نكررها جميعا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب هذه الصورة كما تشاهدون صورة الشرح ويوجد لديكم في الكتاب أيضا بناي الطلاب كما تشاهدون هذا سؤال ضع علامة صح أسفل اسم الصورة الصحيح ما اسم هذه الصورة؟ أعطاك صورة الشرح أم صورة الزلزلة؟ أين نضع العلامة؟ أحسنتم يا أبنائي جميعا نضع علامة الصح في هذا تحت هذه الكلمة هي صورة الشرح في هذه الدائرة صورة الشرح وكما تعلمون أبنائي الطلاب أن هذه الصورة من الصور التي اختص الله بها سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى شانه ورفعه منزلة عندما قال ورفعنا لك ذكرك هذه الصورة يعني شهادة من الله سبحانه وتعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة وشان عظيم عند الله سبحانه وتعالى وعند المؤمنين فنعلم بمكانة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويجب علينا أن نقتدي على أثر هذا الرسول الكريم إذن أبناء الطلاب عندكم نشاط في الكتاب وهو الرقم ثمانية ورقم ثمانية هو عدد آيات سورة الشرح عدد آيات سورة الشرح لو استطعنا جميعا أن ناخذ الألوان ونبدأ بالتلوين بهذه الطريقة تستطيعون في الكتاب هذه الطريقة قد يكون الألوان لديكم أفضل تستطيعون تلوين هذا الرقم ثمانية وهو عدد آيات عدد آيات سورة الشرح حتى تعلمون أن هذه الصورة تستطيعون حفظها بمشيئة الله سبحانه وتعالى بتكرارها وهي من الآيات القصيرة التي يستطيع كل طالب أن يحفظها بمشيئة الله تعالى مع التكرار وأيضا إعادتها في المنصة وأيضا متابعتها في قناة عين أبناء الطلاب في ختام درسنا لهذا اليوم نأمل من الجميع تكرار هذه الصورة ومحاولة حفظها وإتقانها إلى أن نلقاكم مشيئة الله تعالى في الدرس القادم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته